من أجل إنقاذها من الغلق أبوابها إذن للحديث على هذا الموضوع يسعدني مناقشته مع زيدي أكرم من أمين العام للفيدرالية الوطنية المقاولين الشباب أهلا بك صباح وكساعد صباح وكساعد الأخت الكريمة ويحضر معي أيضا في الستوديو جللي تومي هو صاحب مؤسسة مصغرة أهلا بك صباح الخير شكرا الله طيب ربما أبدأ معك أكرم أنت كأمين عام للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب طلبتم ووجهتم نداء استغاثة للبنوك الجزائرية من أجل أن يعطوكم حقكم المشروع ربما وهي قروض لإنقاذ شركاتكم شركاتكم أقول من الإفلاس وغلق الأبواب ليس كذلك وهو كذلك أولا استسمحكي في هذه الفرصة أنه ننقها نفسنا أو الشعب الجزائري على الفوز المستحق لفاسبي أمس على منتخب السينيغال أما فيما يخص هذا الموضوع في الحقيقة بعد الأزمة الاقتصادية لعشتها الجزائر مؤخرا اللي جات بسبب تهاوي أسعار النفط ونموذج الاقتصادي القديم اللي كان له التبعيير كاملة للريع النفطي كانت له عواقب كبيرة على المؤسسات المصغرة وكذلك عدم منح المشاريع أو تطبيق المادة 87 من قانون السفقة العمومية لتخصص 20% من المشاريع لأصحاب المؤسسات المصغرة عدم استفات المؤسسات المصغرة من المشاريع أكيد رح يخلي المؤسسة المصغرة ما هيش ما هيش ما نقوله ما عندها الجوة عمل ملأم أو مناخ مقاولاتي يتلأم ومقاوماتها يتلأم وقدورتها في هذا الصدد احنا قدمنا طالب استغاثة للدولة الجزائرية أنهم يعاونوا المؤسسات المصغرة مؤخرا كان عدنا رقاء مع وزير العمل وتشغيله ضمن اجتماعي فيما يخص هذا السياق وطلبنا منه أنه يوقف الحجوزات والمتابعات القضائية وكانت النتيجة أنه كان هناك وقف للحجوزات والمتابعات القضائية لمدة ثلاث سنوات نشوفوا باللي هذا الإجراء هو كافي لإعادة هيكلة بيت المؤسسة المصغرة وإعادة ترتيب أوراق هذه المؤسسات طيب أذهب إليك ربما جلالي تومي أنت كصاحب مؤسسة مصغرة بالجزائرية استفدت من قرض أنصيج ربما انشأت من خلاله مؤسستك المصغرة لو تحدثنا عن هذه المؤسسة ربما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نشكركم على هذه الدعوة أنا استفدت من قرض في مقصص صندوق الوطني للتأمين عن البطالة انشأت من خلاله ومؤسسة وكالة كراء السيارات ولكن كانت عندي ثم واحد المشاكل وليواجهتها من بينها أنه كان عندنا المشكلة لما يفيد بارسيال أنك تدي القرض لازم تخلص القرض هذا كامل على السيارات كامل وإحنا المشروع هذا كراء السيارات مشروع استهلاكي لازم التجديد الحاضرة يكون على الأقل في مدة عامين أو ثلاث سنوات لأن المشروع هذا ولا السيارة هذيك رايحة للاستهلاك من خلال فيدرال الوطني مقاوني الشباب تقدمنا بواحد المقترح للوزارة اللي الحمد لله أنها وفقت عليه وهو الرفع الرهن عن عن المركبة مشروع سيارات هذا أنه لازمك كان في البداية أنك لازمك تخلص قائل أتاد باش تزلع مالوذي ذروك بالمقترح اللي مدينا أنه يكون مالوذي بارسيال يعني رفع الرهن يكون عنه وحدة وهذا ما يخصش غير وكالة كارت سيارات بصفة أخرى أنه يمسني مؤسسة أخرى اللي عندها عتاد وعندها اللي راح لاستهلاك في الوقت الحالي الحمد لله كان واحد المبادرة اللي قامت بها الفيدرالية واللي لقد تجاوب كبير من طرف الوزارة رانا راح في الإجراءات هذه أما فيما يخص القروض كان مؤسسة لنجحت وما لقاتش توسيع يعني دفعت باش تدير الاكستنسة دي بروجيت تاحا ولكن لقات واحد العراقية لقات واحد الصعوبات ألا وهي أنه لإنسان هذا ديجا مستفاد من قرض احنا نادينا أنه تكون مدام مؤسسة ناجحة لما لا أنتم ما استفدتوش من قرود من قبل لا لا يعني دارون نبلي كي تستفاد من قرض ما تنجيم تدير قرض واخد اخر أنه الاستفادة من قرض واحد فقط لكن هذا ليس في القانون ربما ربما يمكنكم الاستفادة من عدد قرود يمكننا الاستفادة ولكن كانت هناك واحد العراقية واحد الحجزة واحد الصعوبات لما خلص صاحب مؤسسة عدنا مؤسسة احنا ناجحة وعندها متطلبات في السوق وفات حين ربما مناصب شغل للشباب وكانت باش تروح للتوسيع أوين تزيد تفتح مناصب شغل واخد اخرى وتزيد تنوع في الاقتصاد وإنما يعني الصعوبات اللي حطتها البنك أنه هذا الانسان دي جاء مستفاد من القرض هذا لازم يكمل من القرض هذا باش نروح للقرض الآخر حنا الفيدرالية طالبت في عديد من مرات أنه لازم نرافق المؤسسات الناجحة هذه ونعاونها باش تقدر تزيد التمدد الأكثر لأننا نعرف أنها المؤسسة المصغرة هي النواة النواة والخلية الأولى لتطوير وتنوع الاقتصاد الوطني ومن هذا المنبر نطالب نحن كفيدرالوطن المقاوني الشباب أنه تفتح الأبواب لأصحاب مؤسسة المصغرة للاستفادة من قروض أخرى حتى تدعم مؤسساتها وتفتح المجال وتعطي كما نقول إحنا واحد الحافز للناس لا يتشوف المؤسسة المصغرة هذه فاشلة كان مؤسسات ناجحة الحمد لله وكان مؤسسات رائدة في المجال لا فيما يخص المجال الاقتصادية ولا في المجال الخدماتي نطلب إن شاء الله بحولها أنها تكون عندها تحفيزات وتكون عندها كيف نقول إحنا واحد وعلى المتيازات التي تجعلها تزيد تتطور وتزيد تطلع إن شاء الله من مؤسسة مصغرة إلى مؤسسة متوسطة إلى مؤسسة كبيرة إن شاء الله لكن ربما جاليتون هذا الرفض للبنوك الجزائرية جاء ربما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ربما هو فقط مشكلة أو مسألة وقت ربما هل كان الرفض رفض رسمي أم طلبكم بالانتظار أو شيء مثل هذا ليس رفض رسمي ليس رفض رسمي إنما أن مؤسسة مصغرة دائما تبقى يشوف فيها مؤسسة مصغرة بالعكس أن في الدول الأوروبية المؤسسة المصغرة يدعموها ونجحوها لكي تولي مؤسسة متوسطة حتى تولي مؤسسة كبرى ولكن نحن تلقينا هذا العرقين أن المؤسسة المصغرة تجور وشوفوا فيها مؤسسة مصغرة نقول لك عدنا مؤسسات لناجحة ذقرها في مجال التوسيع يعني كمل الكريديتاء وخلص الكريديتاء وبغير يروح الإكستنسيون من وقت اللي كان عنده خمس أموال ذقرها يدير دراسة جدوى والبنك نعرفه يتعامل بدراسة الجدوى حتى أنه بعدما رجع القرود تبعوه رفض أنه يعني قرد آخر عدنا أمثلة حيّة أنها ناس ردت القرود تحب بغير تروح لتوسعة المشروع وما لقاتش هذا التجاوب تدم الدراسة حول هذا الموضوع جلالي تومي أعود إليك زيزي أكرم أنتك أمين عامل الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب ربما أبرز المطالب في عجالة أبرز المطالب في عجالة أنهم يقدموا امتيازات وتحفيزات أكثر للمؤسسة المصغرة لأنه لو نبقوا نتحجوا أنه الأزمة الاقتصادية اللي رأي تأيش على الجزائر هي اللي ما يخلتهمش يقدموا تدعيم أو قروض للمؤسسة المصغرة نحن نقولوا بللي رجال أعمال رهما استفادوا من قروض كبرى قروض كبرى بدون أي ضمانات نحن الضامن الوحيد للمؤسسة المصغرة هو الجنسية الجزائرية لما نقدم احنا امتيازات تحفيزات المؤسسة المصغرة أكيد رح ترقى إلى منتوج وطني جيد وتنويع للاقتصاد الوطني هذه الأزمة اللي أعشناها هو تبعية للريع النفطي ولكن اليوم لو نمشوا بمنهج جديد نموذج اقتصادي حديث اللي هو تنويع الاقتصاد الوطني كل ولاية أو كل منطقة ندعموها لحساب الطابع في هذه الولاية طابع الفلاحي طابع سياحي طابع سيناعي طابع خدمتي أنا اليوم من هذا المنبر أمس كان لنا لقاء مع وزير العمل وتشغيله ضمن اجتماعي على هامش اللقاء الوطني للنقابات وطرحنا له هذه القضية أنه يقدموا تحفيزات من طرف البونوك أو يخصوا بونوك خاصة لدعم هذه المؤسسات المصغرة اليوم اليوم رأنا في وضع حتم ليحتم علينا أنه نتكاثف في الجهود بقات الفكرة بتاع المؤسسة المصغرة منتوجها رضي لا أنا أقول لك مؤخرا درنا جلسات جهوية جابة ربع الوطن كان فيها عرض لمنتوجات المؤسسات المصغرة بالأكيد كانت هذه المنتوجات منتوجات دون أو أي عالمية أبهرت إداريين أبهرت المسؤولين ابتكارات جديدة لأصحاب المؤسسات المصغرة فتحت المجال الإداري أنه بدأ يشوف المؤسسة المصغرة كنموذج جديد لاقتصاد الوطني بما المؤسسة المصغرة التي ربما هي تسير نحو مستقبل مجهول في ظل رفض البنوك للمساعدة بقروض أخرى من أجل توسيع المشاريع وإنقاذها ربما من غلق الأبواب وخلق مناصب ربما شغل جديدة على يعني أكثر من المناصب الشغل الحالية ربما لو تعطينا نماذج صغيرة على هذه المؤسسات المصغرة والمناصب مناصب الشغلة خلقتها ربما والله العظيم شوفي المؤسسة المصغرة لو تنجح ولو نقدموا لها الدعم رح توفر مناصب شغل لأنه مؤخرا شاركنا في الصالون الوطني للتكوين وتشغيل اللي كان فيه مشاركة لمؤسسات المخرطة بالفيدرالية تقدموا شباب خريجي جامعات معها تكوين مهني أو مقبلين على التخرج وجهناهم الأجهزة الدعم بالدولة أنهم يوفروا أنهم يقدموا أفكارهم لتجسيدها على أرض الواقع لأن أجهزة الدعم بالدولة ستدعم هذه الأفكار وتجسد على أرض الواقع في مشاريع لمناصب شغل اليوم أمر حتمي للقضاء البطلة للرقيب الاقتصاد الوطني المشعل عند المؤسسات المصغرة لأنه ما يخفاش علينا أن المؤسسات المصغرة هي أداة للتنمية المحلية ربما هذه المؤسسات المصغرة نحو خطى مؤسسة متوسطة ربما للتصبح من المؤسسات الكبرى التي تخدم الاقتصاد الوطني فيما يخص هذا السياق أنا نقول المؤسسة المصغرة ليست مصغرة بالآلات والأليات اللي في هذه المؤسسة إنما في عدد العمال لما نشوفوا أنه مؤسسة المصغرة تملك معدات تتساوى مع المعدات اللي تملكها مؤسسات كبرى ولكن المؤسسة المصغرة عندها عدد عمال يقتصر على عدد معين وقليل أما المؤسسة الكبرى فيها عدد معين ويكون كبير لما تدعم المؤسسة المصغرة أكيد رح تكبر ورح توفر منصب شغل أكثر اليوم أمر حتمي أن نوجهوا الأنظار نحو المؤسسة المصغرة المشعل لازمتوا يتقدم إلى المؤسسة المصغرة وللشباب الشباب هنا عددنا ثروة بشارية لازمتنا نستغلوها من الشباب من الشباب لأن شريحة الشباب هي 70% من المجتمع الجزائري هذه ثروة لازمتنا نستغلوها الأمر حتمي ولازمتنا نتوجهوا إلى نموذج اقتصادي حديث يمد تدعيم للمؤسسات المصغرة ويدمج الشباب في أجهزة دعم الدولة طيب نروح لك جلالي تومي ربما أنت كصاحب مؤسسة المصغرة بالجزائر لديك كلمة أخيرة أو طلب حابة توجهه ربما طلب ما نقولوش الأخير بارسكو نحن كنقابة وكفيدرالية طلبتنا ما تكملش مع الوقت صحيح يعني بارسكو المشاكل هذه وتعني مؤسسة المصغرة ما نجموش نحزوها في نص ساعة أو لعشرين دقيقات على حضرها أنا نقول أبو أبا قناة النهار مفتوحة لكم أستاذي لأن عندكم أي انشغالات من منبر قناة النهار سننقول كل انشغالاتكم إن شاء الله نحن نقولو مدوا المشعل للشباب فتحوا المجل للشباب الشباب هذا عنده نية باش يخدم بلاده عنده نية باش يتقدم بالاقتصاد نتاع بلاده أرجعوا الشباب تصنطوا للشباب والشباب هذا إن شاء الله كيتمدلوا المشعل يعرف كيفاش يقوله ونرجع لما قول اللي قالها العربي ما هيدي رحمة الله عليه أرموا الصورة للشعب وسيحتضنوا على الشعب نحن نقولو أرموا الاقتصاد للشباب وسيحتضنه الشباب إن شاء الله بحوله هذا ما نتمنىها جلال التومي كلمة خيرا زيد أكرم إن شاء الله ونشرحا نقولو في هذا في هذا صدد الدولة لازم تلاحة تشارك كل شركاء الاجتماعيين هناك شركاء اجتماعيين مثل شركاء الاقتصاديين رانا في أرض الوقت رانا في الميدان هنا اللي رانا أمام المشاكل أمام العرقيل أمام العثارات نحن اللي نقدر نوصله الانشغالات على الشباب إلى الدولة أو إلى الحكومة اليوم أمر حتمي إنهم يشركون هناك شركاء اجتماعيين مثل أصحاب المؤسسات المصغرة لما نقول الديمقراطية الشركية لازم يكون تجسيد فعلي للديمقراطية الشركية وهي إشراك كل عطياف المجتمع من شركاء اجتماعيين شركاء اقتصاديين جمعيات منظمة أشكرك زيدي أكرم الأمين العام الفيدرالي الوطني للمقاولين الشباب أشكرك جلالي توم ينتك صحيح مؤسسة مصغرة أشكرك على الحضور معي تمنى أن تأخذ كل مطالبكم بعين الاعتبار مشاهدنا